هور الدلمتش أحد المسطحات المائية المهمة في العراق يمتد على مساحة تقدر بنحو 320 كم مربعا ويقع بين محافظتي القادسية وواسط بات اليوم عرضة للعديد من الأخطار التي تهدد وجوده وأولها الجفاف الذي لحق به جراء غياب المشاريع وقطع إيران للعديد من الروافد التي كانت تصب في الهور لماذا المشاريع لا يجري؟ تجرينا ماء حتى تجرينا ماء كان من إيران إيران هم سدت الماء علينا فإحنا ما قادر شراتنا شيئا بيا تجرينا من البرة إذا يضبونا على البحر البحر إحنا ما مستفادي من عدة هذا الهور بدون ماء ما يسوى لأي شيء يعني إحنا هسا الماء بالأيام جاي ينزل بالأيام يجوز بعض الشهر إحنا هاي السمش كل يموت هاي الثروة السمكية كلها تروح تروح حرامات يعني ليش؟ شن السبب؟ دولة ما تقدر توفر ماء البحيرة عايشة عليها الوادم كلها يشتهر هور الدلمش بوفادة أعداد كبيرة من الطيور المهاجرة سنويا إليه ووجود كميات كبيرة من الأسماك لكن هذه الثروات باتت معرضة لخطر الانقراض بسبب عمليات الصيد الجائري باستخدام المبيدات السامة وأجهزة الصاق الكهربائي ناهيك عن التلوث البيئي الذي يهدد التنوع الأحيائي في الهور بعض الأحيان يذبون سم بنهر الثالث وتموت عديد من الأسماك أطنان بالأطنان طبعا تموت ماكو محاسبة ولا مراقبة ولا أسا عندك من جسر عبدالعزيز ولا جوا وانت ماشي باتجاه العبرة هاي كلها أجهزة يعني انت إذا عندك شي بات ما يخلك تشتغل مع العلم الشرطة موجودة ويشوفونهم بس ما يقدرون يحاسبونهم أنا حسا ما أشوفهم طير بالهور قبل كان أكو طير كثير البط يجي الكركي يجي دجاج الماء بكثرة الخضيري وبوبسيالي الكوش كلها كانت هاي موجودة الحذاب كلها كانت موجودة كلها كانت بالهور هذا الطير حسا حاليا أشوف قلة طير كثير اليوم هذا هور الدلميش من الممكن أنه يكون لنا ثروة سمكية زائد ثروة الطيور زائد منتجع سياحي لكن في وجود حكومة تفكر ببناء دولة سياحية مناطق خام تعاني واقعا مأساويا دون الاستفادة مما فيها من طبيعة خلابة وثروات عديدة تذهب هدرا بسبب غياب التخطيط والتخبط الإداري الذي يمتد إلى كل مفاصل الحياة في العراق